وإحنا بنتكلم على 11 رمضان إنبارح كان 10 رمضان وهو ذكرى انتصار القوات المسلحة خيرة أجناد الأرض على إسرائيل تحديداً في معركة العزة والكرامة واستطعنا إحنا نعبو القناة ونسترد مرة تانية سينة فكل سنة والشعب المصري بألف خير 10 رمضان النهاردة بنتكلم إن خلاص دخلنا في 11 رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقد من النار خلونا نتكلم بقى خلاص عد 10 أيام باقي 20 يوم وينعاد علينا الشهر الكريم بألف خير يا رب من جديد لكن نستغل بقى بسرعة ونكثف العبادات أكيد كل الناس دلوقتي مهتمة بحاجتين أول حاجة العبادات في هذا الشهر الكريم وتاني حاجة بيكون المسلسلات اللي هي بتعتبر جزء أساسي من تقوص رمضان دايماً في أول أسبوع بالله نفسنا بنتفرج على يمكن كم كبير حتى لو بشكل مش منتظم في نوع من أنواع العشوائية لكن بنحاول إلينا نكون ملمين عندنا إلمان بكل المسلسلات اللي موجودة عشان نبتدي إلينا ننطقي حسب اهتماماتنا ونختار 3 أو 4 مسلسلات كل واحد وصحته هم دول اللي يكونوا بيكملوا معنا لآخر الشهر الكريم طبعاً ما فيش مسلسلات رمضان من غير ما يكون فيها الدراما الصعيدية الدراما لها جمهور كبير جداً تحديداً في الصعيد ويكون غنية بأحداث وتفاصيل كده يعني خاصة باللهجة الصعيدية وبيكون لها سحر خاص في الدراما السنة دي فيه تقريباً عندنا مسلسلين أو 3 حسب ما أتذكر باللهجة الصعيدية زي جزيرة غماموي الكبير أوي اللي رجع السنة دي فيه الجزء السادس ليه وعمل يعني حالة من الجدال وحالة من النجاح الكبير جداً اللي محققها خاصة بعد ظهور مبروكة فيه عمتاً كمان كل الناس اللي بتتابع سواء كانوا كبار أو صغيرين المسلسلات بيلقوا إن هي المسلسلات الدراما الصعودية تحديداً مكتوبة بشكل كويس شكل فيه تفاصيل كتيرة بتشد أي جمهور يا منا متابع ليه ويمكن هو ده اللي أصبح مؤخراً فيه حرص على وجود حد بيصحح اللغة دي نفسها أكيد فكرة المسحح اللغوي موجودة من زمان بس خلي أكلمك الأول على فكرة الكبير قوي إزاي في سيزن ستة وهو بالمنظر ده وبيشد جمهور جديد نقدر نقول إن فيه سحر خاص كده ما تعرفش إزاي المسلسل قادر يخلي كل شخصية بتطلع عليها بصمتها حتى لو طلعت مثلاً مشهدين تلاتة هي موجودة وموجودة وظهرة تماماً مربوحة فجأتنا كلنا بأداءها وبدورها المتميز وأكيد كل اللي شافوا العمل تابعوا بقى هدرس والدكتور ربيع وفزاع وكله عامل دوره بمنتهى الحرفية ومنتهى الدقة يمكن كمان من الحاجات اللي ممكن تكون بتشدينه قوي في المسلسل جنب تفاصيله الكتير اللهجة السعيدي زي ما أحمد كان بيقول كان فيه حرص شديد من صناع المسلسل برغم أن ده سيزن ستة أو الموسم السادس ليهم لكن برغم أن ده فكرة وجود مصحح للغة السعادية أو للهجة السعادية عشان تطلع بالشكل اللي بنشوفها به على لسان الكبير قوي أحمد مكي اللي الحقيقة طبعاً بيهتم بتفاصيل أعماله وخصوصاً مسلسل الكبير قوي اللي بقى واحد من علامات رمضان في آخر فترة ده هي زي ما قلت يا منا يعني أصبح مسلسل الكبير قوي وواحد من علامات رمضان لكن ده برضو ما يغفلش اللي احنا نقول يعني وندي لباقي الأعمال المتميزة حقها ويمكن على فكرة موضوع مصحح اللغة أو مصحح اللهجة بقى اللهجة الصعادية اللي احنا قلنا عليه ده كان موجود في الدراما والسينما المصرية من زمان قوي يمكن حسب ما أفتكر أن هي بدأت مع فيلم شيء من الخوف اللي كتبوا الراحل الأبانودي وكان ساعتها حريص على أنه يكون موجود في اللوكيشن علشان يصحح اللهجة للممثلين ويطلع الفيلم بالإبداع ده إبداع يعيش معانا لحد دلوقتي زي ما احنا يعني عارفينه الكل بيتابع الفيلم ده بشغف كل مرة بيتعرض فيها العمال اللي زي دي بتكون مهمة جدا زي مسلسل كمان زقاب الجبل اللي كان الكل فاكرة زقاب الجبل تخدتنا بقى ضوء الشارد حاجات يعني كلاسيكيات الدراما المصرية الصعيدية زقاب الجبل والضوء الشارد يعني من الحاجات اللي أنا تربيت عليها في الوقت ده في رمضان أو أوعى عليها يعني كنتم دركين طيب المسلسلات دي مننا يعني نتكلم على زقاب الجبل بيتكلم يعني شفنا اللهجة اللي كان بيتكلم بها علوان شفنا كمان أبو البكري وشفنا ضبور وطبعا البدري أبو بدار ومسلسل كمان الضوء الشارد زي ما أنا قلته ومسلسل الليل وآخره عمل كتير قوي لها اللهجة الصعيدية اللي كانت سليمة ومحافظة عليها حقيقي ندل نقول كلها عمل درامية صعيدية كان البطل فيها هو اللهجة جنب القصة الدرامية اللي قربت المسلسل من الجمهور عشان كده لازم نقول أن احنا النهاردة حيكون معنا حلقتنا في الفقرة الأخيرة من البرنامج حسن القناوي وهو واحد من أشهر مسححي اللهجة اللي كان ليه دور كبير في أن تخرج مشاهد الكبير قوي بلهجة صعيدية ومهجة ومحببة لقلوب كل اللي بيتابعوا المسلسل من كل فئات العمر بنصبح على حضراتكم صبحكم كل خير صواح الخير يا واصر